مرحبا مع صباح الشروق عملتوا بلي صحر خيال لكم يا أحلى المشاهدين اليوم في عدد يوم التولتاء نلتقي من جديد خلينا نقولوا بلي التولتاء ما قبل الأخير تاع الموسم اللي قدماننا نقربوا الـ 18 شؤوت نفرحوا ونحزنوا نفرحوا لأنه تعب موسم كامل ربما حنغتاحوا منه بعد شيء باش نعودوا نشحنوا البطاريات ونرجعوا في موسم جديد ونزافوا شوية لأنه راح نتحشوكم أحلى من الناس وأحلى مشاهدين وكذلك دوحش هذا القلاطو هدايا هذا القعدات والجريان سيخسو سيخسو نقولوا نتحشوكم نحبوكم تفهموا بلي برنامج نعرا هو مركز أكتر شيء على التفاعل على المكالمات الهاتفية نتعذروا كل مكالماتكم على الأرقام يرى حدها لكم أسفل الشاشة ووضعنا دائما متنوعها وحتى وأنه رانا في نهاية الموسم نبقى دائما في النفس الوثيرة نحصل عطاء في نفس الحب ونفس التبادل الثقافي وحتى في تبادل المعلومات معكم ومع مختلف الضيور طبعا طبعا اليوم عدد التلتاء تسعة أوت يلا بعدنا نشوفوا أهم العناوين وأهم المواضيع لحنتناولوها وإياكم في أعزناينها اليوم في أول عنوان تفازة أتاريخ الحضارة وكذلك في الجانب النفساني مع سومياتي طراوي أثر منسبات دينية على التوازن النفسي وفي جزاير الحايق استسرى الحشمة والشانت في كل موضوعنا اليوم في فقرة جزاير مع الكرام مخراني هذا إلى جانب العديد من الموادية والعديد من المحطات اللي رحنا نتقسموها وإياكم في صباح الشروق لنهار اليوم يالله يا نسي طيبين رقمنا تعرفوه رقمنا تعلم مباشر تعرفوه شاركونا اتصالاتكم يومياتكم عطلتكم ربما أيامكم أنا البارة نحكي لك هذه زارة لأنه كل ما نفكر عن نضحك البارة في المخبزة الحي قاعدين نسنو ديرين طابورها أنا خلف وحد ستسيدات كانوا يسنو كذلك يخرج الخبز تحكيلها على الدخول المدرسي خلاص أنا وليديني سجلتوا في المدرسة فلانية ورح نسجلوا في المدرسة فلانية واني يشيرلو قلت قلت يا كي الناس ما زمى رحت أطلع شاركونا وكي الناس يتفكر الآن في الدخول المدرسي سبحان الله لما ما مساكننا تلموا في البريسيا عدد كي مسكونوا كينا يخلقوها هم صح قلت لها لا 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 ما ندخلاش في المسيد ندخلوا في المسيد ليمنا ولا شريك له مأزر وطبلية والأدواب قلت لهم سبحان الله نسبة زمكتة أطلع نحنا ما زال ما بديناش العطلة تعالى يعني هي يقول لك أحسن عطلة هي يعني تكون نهاية أطلع ولا مع سبتاو هذا اللي ما عندوش دلاري ربما اللي ما عندوش أطفال يقرأوا يعني أطفال متمدرسين ولكن الأصحاب الأطفال متمدرسين جام شوية صعيبة دخول مدرسي يقولوا عشرين سبتاو صح يعني ما زال بصيفة طويلة هي الدخول الدخول الإداري يعني كل طاغم الإداري والمعلمين يبدأوا يدخلهم متسعة سبتاوبر حتى يوقعوا على البيفي كما يسمونهم الأمور هذي والأمور الإدارية وتسجيلات ثم بعد يبدأ الدخول المدرسي خيب نحنا نقول لكم بونكو غاس نحنا نقول لكم الدخول المدرسي أدتكتر منهم هدوك لقيتهم في المقبل صح نحنا نقول لكم ما زال الحال وستمتعوا بالعطلة تعكم وستمتعوا بمختلف الوجهات اللي كان في الجزائر مصغان موهرا متكيك داجي جيل بجاية يعني كان عديد من المناطق اللي هاد العامة عرفت انتعاش كبير المجال يعني السياحي الجزائري نتمنى وفغيمو أن نحقوا مستوى سياحي وخاصة دي ما نقول ثقافة سياحية اللي لازم تكون عنا باش نقدر نستقبلوا بعض عنا ونستقبلوا بما لا أجانب في السنوات المقبلة أستقبلوا جانب حتى نستقبلوا أول إتصال لإمكاننا اليوم اللي مرحة اليوم اللي أردني سيطح سباح الخير مع concise مرحباء شراءكم لباسا مرحبت مرحبا اللي اباسا شراءكم هذه المشتкая شراء كان الحمضة الصورة ص由اmbنا مرحبت خاشة مرحبت صورية من وليت الأغواط أهلا بك يا صغيرية وبنس لغواط يدر الحال كثيف رحي في لغواط قال لنا بس الحمد لله سخانة شوية ها مش حبيتي قولت سخانة وش راكم تشوما لباسة سهب الحمد لله كش ما رحتي لك وجهة ولا نشكلكم عن الوصفات التي راكم تقدمها الشب ندين نعم ونشكركم عن المواضيع التي راكم تقدموهم برك الله لافو لافو مرحبا ان شاء الله وصحا عشورة عشوركم بركة ان شاء الله ان شاء الله والله الحمد لله زارة كانت قتلك وما المناطق التي تزوروها في الصيف بلك مدينة مجاورة عدنا وهرا من جزائي العقيمة شاية جيبتو جميل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وشوك اللبس زهرة لبس لك شوية شوية بلغو بلغو سلمني شب شيف نديم شكرا على الوصفات التي راكم يقدمهم يعطيه شكرا على الوصفات شكرا على الوصفات ان شاء الله ان شاء الله وشكرا على الاتصال ان شاء الله شكرا على الوصفات خمسين دقيق خمسين دقيق ولكن لما تذهب لها وكأنك بدلت بلد مدينة اثارية وتاريخية بامتياز يعني نروح سياحة وتقافة في نفس الوقت لانه كين اثار لتخلينا نتعلم حوي جدد يمكن حتى نكتشفوهم للاطفال خاصة الاطفال لانه نحسوا انه الجيل جديد يحب يعرف يحب يبوزوا ببوكوة كيسيون تغطو كيسديهم هيد المناطق حين تشفو هيدا مع زميلة تعنا امينا ميلاس بالحديث على تفازة احب يتنذكر فقط انه اليوم شرط الساحلي ديانه كامل يعني كامل الشواطئ ستكون خضراء يعني الحال البحر هادئ اليوم البحر هادئ ناكن تكشيفين النار البحر هادئ وحيكون الحرارة سكونة يعني ما بين 25 إلى 27 درجة يعني الواحد دي عام أالس إذا كنت نغادل نقوم بالدار اا اي صح اه جميعا نحن بدأ الجميع نبدأ الحلقة ببعض الحركات الرياضية ه صح مولان البشاوي يلا حرامج الحركات الرياضية وشنوية العضلة وشنوية المنطقة الجسم نحن نخدمها اليوم مع الكوتش مونير بوشاوي في الرياضة للجميع السباة خياريكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في قناة الشروق في الحصة تحكم الصباحية اللي هي صباح الشروق مع الكوتش تحكم مونير بوشاوي في الفقرة الرياضية اليوم هاوشا هنديرو دائما كما قلنا في البرامج يعني برامج جديدة يعني نحكي عن الرياضة اليوم راح نخدمه تقوية عضالة لكن الجزء السفلي يعني كيف هو جزء السفلي نحن نخدمه اليوم بكل الزوايا سنقوم بفكار مقرم نحن نخدمه اليوم بطريقة لكن وشنو سوف يكون فيهم هذا البرامج مختلف على ما نظاره نحن نطول عليكم ما نحن نخدمه لشوية شوية نحن نخدمه لشوية يعني نتسخينات المفاصل تعنا بش نبيتي والإصابات وبعد ندخلو مباشرة في البرامج نحن نرى يعني نطبع للقدام نحسب عشر دائما كل تمرين نحن نفضل نحسب 10 يامين و 10 هي صار نحن نطلع الأعلى و نهبط للأسفل هذا لن نقع الأسفل لنا نقوم بعمل 2 ملابس بما أن نقوم بشكل أسفل و يقولوا 2 ملابس بشكل أسفل سوف نقوم بشكل أسفل هذا لن نطول لكم سوف ندخل مباشرة في التمرير الأول و كيف سوف نستخدم الأسفل سوف ننبط الأسفل نحن ننبط المنزل 1 ، 2 ، و ننطلع الهندس سوف ننبط نتدخل مجموعة نعود بسيطة الأيام نغطي عن الضفئة بالنطلع !" نضح الضفئة يجب أن يظهرون بشكل جيد نحبط 1 2 طروة يجب أن يكون على استقامة واحدة وعندما نظهر سوف نظهر هذا بالنسبة للتمرين الأول نفس الشيء كما قلنا دائما نخدمه 10 عدات لكل تمرين أو لكل الرجل ونقلب بالنسبة للناس لا يجب أن نقوم بشكل عادي نقوم بشكل خمسة كل واحد يجب المقدور نذهب للتمرين الثاني ونقوم بشكل ثاني نريد من التمرين ونقوم بشكل خمسة نحتاج المقدور الأن في الجنة يعني يكون مغلقين نحبط نحبط نعود الجنة ونحبط نحبط نحبط ونرد الجنة هذه عدة واحدة نحسبها واحدة ثانية كيف نحبط سكوات نخرج نعود نخرج 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 هذه ريبتيش أنتم تعملون فيه كما قمنا برنامج برنامج بالنسبة للناس لا تقدم برنامج ومتقدم برنامج لا يمكن أن نقوم برنامج كل شخص توجد من 5 إلى 7 ومن يمكن أن يقوم برنامج هذا بالنسبة للتابع نعمل برنامج هنا نقوم برنامج نخرج 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 نبدل نخرج 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 ونحبط ونحبط ونخرج نخرج نترك ونقوم برنامج نخرج فنحوز الارض بям رجم الأخلف هذا نحصل powering ننزل واقام سوف ننزل الجو من ال Uganda و هنا لبنزل جشد لبنزلو عددات ننزل العموم و stare جوج này ثانيا ايضا أبوح يجب ان ترسيسي لاحظ. هناك ثانية نريد أن نجمل جميع الجميع نفعل ثلاثة ثانية ترسيسي ابوح ثانية نريد ان تخبر ان نجمل أن يعطي منه نريد أن يسقط لاحظ نريد مقصب ونريد أن يكون ندما يسقط كلهم يجب التطور الوفاق يبدأ الأزواج نضيف الأزواج هناك بعض الشيطة هذا كان يعد آخر مرين قبل أن نكمل التطور يجب أن نفعل الدجاء ثم يجب ان نقص لجمالة approسة نقص لجمال على شخص كما لدينا نحكم الرفع و ان نح seria كسير بها وأنتأكسي من الرفع وتقط مفرور نستطيع عمل جوة لا نحكم سينوه ونحكم سينوه ونحكم سينوه نبدأ العجين نحكم سينوه ونحكم سينوه نفسه ما تقدر هذا التمرين يقدر تكاعد وتأخذ منه التمرين عادي لكي تحكم السينوه هذا كان آخر التمرين واذا نقول لكم ان شاء الله ستكون عجبتكم الفقر على اليوم افقوا اوفياء البرامج تانا في خانات شورو افقوا اوفياء الفقر الرياضية لكي تجعون اكتيف معنا وشيقول لكم ليس لدينا النصائح او حاجه مفهمتو عجوه او اوفياء البرامج تحكم اللي هي بوشاو مونير بقى على خير الله في عوديكم والسلام عليكم شكرا الكوتشا مونير ابو شاوي اليوم فدنا بحركات تفيد منطقتين منطقة الدار واسفل الدار وكذلك الركبة هذه التمرين لهذه الحركات تفيدكم لهذه المناطق ولكن أخذوها بحذر لا تصعبوها عليكم يعني الحاجة التي تصب لكم ألم اتفادوها ومارسوها بشدة قليلة مقاعدة وشوفنا مع الكوتش هاموني البوشاوي هكذا إن شاء الله تعودوا تربطوا نفسكم بالرياضة تحذيرا للصائفة والعطلة هذه شكرا لكم يا ناس وطيبين اللي بقين معنا في صباح الشرق كما تعودتم معنا مباشرة بعد الرياضة الدين معاملة الدين معاملة لنهار اليوم لنورنا بحضوره دائماً الإمام الشيخ مفتاح الزو سباح الخير مرحبا سباح الخير مرحبا مرحبا بك شيخنا نورتنا بحضورك شيخنا في بداية هذا الموسم نتذكر أن نتناولنا موضوع الصبر وقلنا أن الصبر أنواع كلمنا على الصبر عند الشدائد والصبر عنده كذلك في العبادة والصبر يعني حالات وأنواع ليوم اخترت أنك تفصل ونقوله ندقك في نوع محدد من أنواع تع الصبر ألا وهو الصبر على أدى الناس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصف به وعلى من تبعه بإحسان إليهم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعلا نحن نتكلم اليوم على صفة وعلى خصلة هي مش بسيطة مش هينا ولكن ربما الناس يفرطوا فيها وتنفلت الأعصاب وكذا ولا يستطيعون أن يتصفوا ولا يستطيعوا أن يتصفوا بتلك الصفة لو هي الصبر على أذى الغير أذى الغير هذا لما نقول الغير سواء قريب أو بعيد حتى في البيت حتى مع الأولاد مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران مع الزملاء في العمل وهكذا فالإنسان ينبغي أن يتجمل وأن يتحمل هذه الصفات لأنها صفة جميلة ورائعة جدا ووراءها خير كثير خير كبير من عند الله سبحانه وتعالى لما قلوا الصبر على الأذى مختلف أنواع الأذى أذى قولي ولا أذى فعلي ثم الصبر على الأذى ما معناه الصبر على الأذى يكون عندما تستطيع أن ترد الأذى ولكن تكظمه هذا هو ما معنى الصبر على الأذى انتقادة تنتقيم وترجع الكلام ولا ترجع ضرب ولا ترجع أي يعني تردى على هذا الشيء تكون ردت فعلا على أذى معين ولكن تملك نفسك وتصفر على ذلك الأذى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى جميل هذا ما معنى الصبر على الأذى وهي خصلة حتى الله سبحانه وتعالى هي صفة الله جل وعلا وهي صفة في الرسل وهي صفة في النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن مطالبون بها لأنه نحن أتباع الرسل وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام والصبر على الأذى موجود موجود في ذلك قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلْتَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا في هذه الحياة موجود الأذى هذا وموجود ولابد من الصبر على هذا الأذى وقال الله سبحانه وتعالى قالوا إن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا يعني على هذا الأذى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف صبر الله سبحانه وتعالى على أذى العباد لأن هذه المعاصي اللي نقوم بها هي تؤذي الله سبحانه وتعالى الشرك هو أعظم الأذى ثم الذنوب والمعاصي فيقول عليه الصلاة والسلام ويتعجب أنه لا يوجد أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى كيف ذلك نحن نشرك به ونحن نعصيه وهو صابر على ذلك ويمهلنا ويعطينا الصحة والعافية والأرزاق فلا يوجد أصبر على الأذى من الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الصابرين في هذا الباب على الأذى وقصصه في الصبر على الأذى كثيرة لعل أشهرها قصة ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة جاء من خلفه فجذبه من ردائه حتى أثر الرداء يعني خلى الأثر في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد لا أدب ولكن تخيلوا تفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تريد قال أعطني من مالك أعطني كذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ لم يتكلم لا على الأذى ولا على الجذبة ولا على النداء قال له خذ من المال أو خذ مما تريد أو خذ حاجتك شفوا حلم بلغ منتهى وصبروا على أن الناس بلغ غايته من النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرات 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 تحاول شد نفسك مرات حاول تملك نفسك لأنه ليس في كل حالات ردت فعل لأنه لو كان في كل الحالات نرد الأذى ونصرف بعنف مع بعضنا البعض ما ما فلاتش يعني هذا الانتقام المتواصل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبقى هذا المجتمع فيه أهل الحلم وأهل الصبر وأهل العقل وأهل الحكمة البالغة فالتفت فقال ماذا تريد أيها الرجل قال أريد كذا فذا قال أخذ حاجتك وهذا حلم منه في غايته عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يوصينا النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا الصبر على الأذى هو صفة الأنبياء قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وتقرأ القصص الأنبياء وفيها وما فيها الضرب والإخراج والقتل فالبناء إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء بأعداد هائلة في اليوم الواحد بالآلاف ولكن مع ذلك صبرت رسل الله على ما كذبوا وأوذوا ربما لماذا نصبر ويش الفايدة يقول لك أنا هو يسبه ويضربه ويعنفه وكذا وأنا أصبر لكن هذا الوصية من الله سبحانه وتعالى في القرآن لما قال وكاذي من الغير والوصية من النبي عليه الصلاة والسلام من ورائها المنافع ومن ورائها الأجر والثوار والمغفرة فمن أول الفوائد في الصبر على أذى الناس هي أن تكون ربما هذه الفوائد سبب تكفير الذنوب وهي سبب أو عقوبة لك على ذنوبك ومعاصيك فلذلك يبتليك الله بمن يؤذيك هشوفوا معي في هذه العلاقة في حياة الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ربما هذا الأذى ليوصلك من الناس بسبب معاصيك كما قال الشافعي إني لأرى أثر المعصية في زوجتي ودبتي حتى وجهك أذى من زوجتك أو أذى من غيرك ربما هذا الأذى اللي جاءك بسبب معصية من المعاصي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أيضا إذا كان الإنسان يصبر على أذى الناس فليعلم أن الله معه لأن الله قال شوفوا كيفش لأن الله قال إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين فالإنسان إذا صبر على الأذى فإن الله معه كيف معه معه برحمته وغفران ذنبه ومعه بنصرته يجي نهار يجي نهار تنتصر على هذا الذي يؤذي وهاتب الله جرّبناها جرّبناها في حياتنا إن الله مع الصابرين ومن كان الله معه فلا يحتاج إلى غيره غير الله سبحانه غير الله سبحانه وتعالى كما في قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لقرابة أصلهم يقطعون نواء الحديث معروف قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول إذا كانوا هما يؤذوك وانتصادر عليهم قال فكأنما تسفهم المل وكأنما يعني وكأنما توكل فيهم الرم الرماد الساخن يعني انتالي رك ربح في هذا العلاقة هما يؤذوك وانتصادر على الأذى التحم هما الخاسرين انت رك ربح هما الخاسرين لكن في خاتمة الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكُ مَا دَمَكَ صَابِرْ عَلَيْهِمْ أَرَاهَ رَبِّي مَعَكَ وما يعني يراه معك ظاهير الله عز وجل هو معك مَا دُمْتَ صَابِرْ عَلَى أَذَى الغَيْرْ فِي هَذَا اللَّهِ نعم صحيح أيضا الصبر على الأذى سبب لنيل الخيرات والله العظيم لا تجد صابرا أو مظلوما إلا ويأتي يلتقر عينه هذه قاعدة في الحياة أي مظلوم أي صابر على الأذى يجي نهار ربي يقر العين تاع يعني يشوف رب انتقل من عدو أو كذا ورب انتصر له حقق له العدل وهكذا لكن مع ذلك له الخيرات يقول الله جل وعلا في كتابه وَسَارِعُوا إِلَى مَثْرَةٍ مَنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ خي يتخيل كل هذا الأجر والثواب أعدت للمتقين من هم المتقون في هذا الآية الضبط قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء يعتنون بالنفقة الصدقة الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسينين تخيلوا هذا الجنة التي تنتظرنا أنت لما قل لك الرسول عليه الصلاة والسلام كن حليما واصبر على الأذى ها هو جزاؤه جنة عرضها السماوات وعدة المتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظة إذا أوذيت إلا ولت كل أذى فيها ردت فعل ما تفرش بيناتنا في هذه الحالة بطريق حلن سوقوف يفوت عليك جاري أذيك يفوت عليك جاري شوفك شوفها ما شمليحة يطيح عليك حاجة من نافذة الجيران ما في كل الحالة تترد بالأذى ما فرش لذلك شرع الله عز وجل عبادة الصبر على الأذى حتى يكون لك هذا الخير والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولما نقرأ في سيرة الصحابة وسيرة النبع صلى الله عليه وسلم ترى العجب يقول إذا أنت حر لوجه الله أنت طلق لوجه الله عفوت عنك لوجه الله هذا ما ينبغي أن نكون عليه كمسلمين في هذه الحياة وفي هذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم فإذا كنت صابرا على أذى الناس وفي نفس الوقت تبتغي وجه الله جل وعلا ما نشأل لك نحمل حقك وسمح في حقك وإنما لا لما تفعله وتصبر على أذى الناس في قلبك قل هذه لوجه الله لعل الله يرفعني بها في المقامات هذا الذي ينبغي أن تكون نيتنا فيه ونيتنا فيه ولعل قصة أبي بكر يعني ربما أعظم الأذى الذي يكون في الأعراض صح في الأموال شوية في الضرب يعني هذا البداني شوية لكن أن تكون في الأعراض هذا أعظم الأذى لكن أبو بكر رضي الله عنه وعرضه لما تكلموا لما تكلموا في عرض عائشة وما أدراكم يا عائشة كالبرف التقياء عرض رسول الله صح أبو بكر الزعف قالوا الله ما ننفق على مصطح ومش عارف شكل معاه وكان ينفق عليه كانوا من الأقارب تاعه وينفق عليهم ولكن راحوا في الفتنة وتكلموا في عائشة فامتنع عن النفقة عليه لكن لما نزل قول الله جل وعلا فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر من حينها من حينها لم يطلب يا خلك من ناس أحده وش حاب يقول بمفهوم يعني بمختصر حتى أنت انتقن منك والله ما ننتقنش منك سوح ندي لكن الله عز وجل قال لي فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فإذا عافوت وصبرت على أذى الناس وكضمت غيظك تنال وعفو ومغفرة الله عز وجل فقال أبو بكر من حينها قال وأنا أحب أن يغفر الله لي فعافى عن مصطح ورد عليه نفقتا هكذا ينبغي أن يكون ولو نأخذ شيئا من أخلاقهم حتى وما نكونش فينا أخلاق الصحابة الشيء البسيط ولكن ولو مروا مرتين ومروا مرتين نعود النفس على الحلم والله سبحانه وتعالى من صفاته الحليم حليم صح خيلوا لو الله عز وجل ينتقم من كل عاصين ومذنم في رحظة كل الأرضية حصر من الفساد والمعاصي لو انتقم من العصاد والذين يؤذون الله سبحانه وتعالى ما ترك على ظهرها من دابة ولكن الحلم من صفات الله جل وعلا فعلى الأقل نتحلم بشيء من حلم الله وشيئا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وشيئا من أطار الصحابة في هذا الباب باب الصبر على أذى أنه جاء رجل إلى عمر فقال أنت عمر فيك وفيك وفيك لا تعديل ولا تفعل ومن هو يعني في العدل أثم من عمر صح فعمر سكت ومرض عليه شيء صح وهذا من باب ماذا هذا من باب العفو والصبر على أذى الناس كل ما تشاء والناس تعرف الحق وستظهر الحقيقة وأنا أبتغي وجه الله جل وعلا بهذا الصبر وهذا الخلق آمين يا رب هي قمة أنواع الصبر كما قلنا لما نصب على هذا الشيء فحتما سيكون عنده جزاء كلمت على كدمة الغد طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو خلنا نقوله فيه القدوة وفيه الأسوة وفيه كل الدروس للإنسان والمؤمن التقي يقدر يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام أدي في الطائف أدي في بعتته أدي في نصره للرسالة أدي كذلك أقرب الناس إليه عائشة رضي العنى ولكن هذا خلاله أنه يبقى دائما يدعو الناس لما فيه خير لهم خاصة أهل الطائف ربما قريش لأنه أهل الطائف ربما حتى نقدر نقوله ما فيه مش خير صح لغضتهم وشدتهم وبناس أعراب وعيشهم في بادية وكذا ولكن بعد نظر النبي على السلام وشوفوا الحلم وشي يجيب صح كان قادر في ذلك اللحظة يقول الملك الجبار أطبط عليهم الأخشبين وفرات يعني دعوة وفرات ويهلكون ولكن بعد النظر والصبر على الأذى أدمية قدمه وكذا وشج وفيها مهانة وذلة صح رجل كريم كمحمد عليه الصلاة والسلام رجل له شأن حتى ومش بالنبوة رجل له قيمة في نسب صح لكن مع ذلك يخرج فلو نتصرفه مثلا الإمام في مكانته في هذا الباب أو مثلا الكبير القوم في الحومتاع ومثلا الوالد في مع أولاده يجعل هذا الصفة من صفاته والنبي عليه الصلاة والسلام ما بلغت دعوته الأفاق إلا بسبب حلم صح هو الأعراب مش غير هذك الأعرابي اللي يجذبوه كي قصص كثيرة من قصص الأعراب لكن عليه الصلاة والسلام تجده سمحا تمام السماحة عفوا تمام العفو فهذا الخلق هذا الخلق هذا الرفق واللين اللهم ارحمني ومحمدنا ولا ترحم معنا أحدا صح هذا الصحابي هذا الأعرابي وهو الصحابي لا قاه صح قال اللهم ارحمني ومحمدنا ولا ترحم معنا أحدا يعني ينبغي أن يكون فينا مثل ذلك وإلا نفر الناس وإلا انقطعت العلاقات وتفرقت وتفرقت الشمل في البيوت وفي غير البيوت هذه نصيحة لإخواني الصبر على الأذى يسيدي شوفي وجه الله جل وعلا خليك ما الانتصار للنفس وحب الذات كفانة حبا للذات يا أخي في هذا الباب قال وسارع وجنة عرضها السماوات والأرض قال لمن والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس ثم لك كلمة أبي بكر وأنا أحب أن يغفر الله لي هذا من أجل الأخلاق من أفضل الأخلاق في ديننا الحميد وما أكثر من آمن وأسلم ودخل في دين الله إلا بهذا الفعل البسيط وهذه الصفة الحميدة نسعى من خلال هكذا دروس وهكذا مواضيع في الدين مع ملاق فينا في هذه الأثناء أسبح أخير عليكم وسحق هيوتكم وسأل الوقت باش نروح ونشوفوا مع بعضنا أفكار وش نطيبون لغدة وش نطيبون لعشة وش حيبين ناكلوها كحاجة حيبين نتشهها وضع ممكن نحبون نتشهها ونجيو عن تشاف ناديم نتشاف ناديم صباح الخير صباح الخير صالح صباح الخير صالح صباح الخير كمون شاهدنا صباح أول مكالمة اليوم يحضروا غير عليك من كانت متاصلة من الأغوات نبلغ سلام تحت للمتعليك بزاف وشكرتكم بزاف على الأطباق التي تخدم فيهم أنت ميريزة يتخوف صح تفهل بغيما وكل واحد يشكرك ربي يخليك نخطيب لكم يعيشك صباح اليوم هنديرو أطباق توجينا نقعد في أطباق الصيفية هذا أخطيبها اليوم هنديرو احنا قاعد كما توجيش طيبون ديرو أوملات حاوي هذا كثل اللي هنديرو أوملات غوية الأوملات غوية اللي فيها بالخدار بالطعم بالجبن هنديروها على شكل غولي ولا على شكل بريوات كل واحد والشكل اللي حبو هنديرو أنتاجين طاجين غينيت لهانديرو طاجين الورد هو اللي حيتم دار مرقبة دار بالفولي وهنا طريقة حذير تاعو بالبطاطا ما ينشوفو طريقة حذر تاعو وعنا عسير الكوكو لعسير طانواتقو يعنا مشروب طانواتقو حسر حس هوائي أحيبت خطيبت 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 الحمدلس فلو ترسل ماسي معشي معدي بلي قرزة هراء أنا أريد أن أجل شعر أنا أجل شعور العمرائي لست تناولت المحل أنا أطورا! لا أجل شعور العمراء هذا المحل سنكون للحديث لا أجل شعور العمراء سيكون بالمشاهرة لذلك هنا لكي نحضر إلى أملة و chewing عانا تمنية حبات عالبيد عانا الهنا حبة فلفل مقطع مقعبات حبه الطماطم مقطع مقعبات ورقة فلفل مقطع مقعبات عانا حبه الطماطم مقطع مكعبات عانا الهنا حبه علي البصل تكون مقطع ارقيقه سنينة تعدم هديو ما انا من الاحسان سننضلبهم شيئا تاكزيت نضيف المعدنوس والجبل المبشور والمائيس والطنق هل سوف نحضرها كبيرا؟ نحضرها على شكل غولي لا يوجد أشكال متنوعة لنقوم بها لا يحب أن نحضرها على شكل بريوات نحضرها على شكل غولي نحضرها على شكل غولي لأنها مستقبل جديد نعم نظرها على شكل غولي نورواج و نورواج و أحضرها على شكل غولي و أردنا نضيف المبشور أحضرها على شكل غولي هل سوف نجد أمولها؟ أنا أمامهم من تحيييييم أنا أشياء الأهمية اشهروا لهم من أمامهم صلاحياتهم أجل لدي رسالة لك ومشاهدة بومردأس تصليت بومردأس لحد أخرى تصليت قاتل لك موناء مزروجة من عندي ثانية نعم نعم خلتها أحدها شوف قالوا لك لامونا لامونا أنا أقول لك هذا المكالم مملك السيد من بيركور لا 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 هي متصلة من بيركور عندنا عندنا مخبزة معروفة غير بلاغونا بنزير الحياة ولكن يخينا أقول لك أنه كان متصلة مولاية بومردس تصلت تشوف فينا هي وعروسها الأبيض لحظة نسلم عليهم العائلة قالت لك لامونا هذه الحلوة لامونا سيليمة فور و قطو خفيف حاجة أكدالي قطو السك خفيف حسنا سلام عليكم نسلم كثيرا نسلم كثيرا نسلم كثيرا نسلم كثيرا نسلم كثيرا نسلم كثيرا قبل أن أسمعت أسمي أنه صالح يقدر يأكلها وماذا هذي؟ هذي؟ فلفل فرشي فلفل فرشي هذا هو خيمة نعم نحن هنا نحن هنا لا ينبا نحن هنا أنا 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 لنرشعك لا أرعا أنا في الفلحة نزعن من الضحن نرى الطريقة أنا لدينا أفخات الدعجاج لنقليهم بحبة البصل نمتل صدر بلانجة عادية ممتل مزيد و ممتل نقليهم بلانجة الجيش حتى يكتسب لون الذهبي ثم نقليه العريق نضيف الحميسة لنقليه حبيثة عن الكباب للمحظات الكباب والعطاة هناك الكفن اشتركها حتى أحبتها وعطا لأكثر ومعطيبها ومعطيبها البطاطا ومعطيبها نعم ومعطيبها لتحضرها وعطيبها ونغطيها لكي تضبعها أجل البيض يجب ان تضبعها نجد الحلوى أجل المحضر من البيض ويجب ان نضع المطلق لكم حيث نضع البيض ويجب أن نضع اللحن نحكم البحث المحضر نحكمها نشكله قع الشارع حقا حتى نحصل نغلقه قع لازم ندير وحده فوق وحده هكذا لازم ما لازم نشكل تكون وحده لازم تكون ندير وحده فوق وحده هكذا حتى نكمل قع نغلقه لازم تكون طريقه موسيقى 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 من فرن أخصًا نرى هذا. نرى هذا. نرى الناس قبل. ثم تضيفه الجدولة باستعبار. تقوم بطاقه للمشاركة الرجاء والأمام المادة. جنشطها بأخصص كنا بمعرفة ماذا تحب؟ إذا ، ستحب برقي نحن بحبه فنحن تحب نتبع نحب دفن بلاد هلا ، ماذا ، ، ها ها ، دخلنا نحن نحن نقل و اخلائنا ملاحظة والضغاء و نحن نقل هذا لأضياد و نجدها لأنه يستطيع الداخل تغيير عائلة لا تكون فيها الغاشية لا 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 هذه كما نقول اقتصادية لا نعم هذه لقد استطعتها لك لا 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 نعم 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 لا نعم أنها نعم نعم ألغ نعم كowski هي للعيش من حلوبة الموز أو إصلاً عصير الكوكولا عصير الطعوة كوكولا من صلทئة الحليب يكون بارد أحبت الموز عندنا 100 غرام من الأحزن يكون طبيعي وما أن نكون أرماطيزين بيتها لا يقضي ما هذا الجو؟ عندنا 100 غرام هدي الموز يناعرفين هنا هذه الأحبة بك المتصدر خلاله كان هذا الشباب ويزورون الحليب ويزورونه صفره لا كان صفره الفل و الوضوك قبل أن تبدأ من فضلك نستقبل هذا الموكلة صفح أهلا صفح صفح صباح الخير صباح الفل ولياسمين اهلا اهلا صلاحكي ماليك صلاح والله معلية شونت يا نعم الحمد للناس انا كنت صالح نعم نعم سمعت غير صالح ولكن صالحة ولا باس الحمد لله فقط سيداتي تلفز ديالك نقصي لانه ما يسمع مليح انا نقصتها هكذا نستمعوك ان شاء الله وشراكي لاباس نعم لا باس الحمد لله انا كنت صالحة انا في المطبخ كما اقولوا حجة وفرجة نحن نعرفوا ونكتشفوا في الوصفات ونضحكم شوية مقشفنا ديالك انا عمانين ساعد لكم اتفرجوا وعجدوني وطاقة تاسح نديم معي غياطة 188 والله ما سمعت حاجة ما سمعت حاجة كنت انا عمانين ساعد لكم اتفرجوا انا اتفرجوا في الحاجة الشوري وقديمة اتفرجوا فيكم ديالك شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم لا لا انا حبا حبا كان الشبكة الشبكة رايشوية اه مع الاسف اه انا اللي سمعت ولي فهمتوا انه تابع شبه شورق بزار وتابع خاصة شف نديم هنا في الوصفات ديالها كنت راح تمد احد اختراح الوصفات ولا وقطعت الموكلة ولكن عاودي لما تكون الشبكة مليحة هكذا سمعوكم لاحة نعم 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 قوة رائع وميح للغاية نعم ملى فالسلام جلبت من المرتفront نعم فورا الناس كنت نعم بخير يسلمك والله غيراني فرحانة فرحانة سديت قناة الشروك لدينا فرحاني كيف معناك يعيشك مش رعكم؟ والله الحمدلله الحمدلله لا عدكم الصحة على الشاكو تقدم ولا شاكو شفنا كديم يعني والله غير بارك الله فيكم يعني قناة شروك من الأن الزاد يعني شكرا لكم حتى المشاهدين ديالها حتى المتابعين والمشاهدين ديالها كامل 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 انا مشاهدين ببن حالي مخيرينهم شاحة وش رايك في وجدرت هنا الوردة هذي شبه هايلا هايلا شبه هايلا حاول اكثر حيوم صالح انت انت شاب صالح خلاص اي البakovان قسمت يا عزلال غربي ان miolerweile هاد مرتجح مرحبا بكم معتنا مرحبا بك معنا صحرا ما اكثر ماذا كنت معنا؟ أنا؟ ما قلتيني ماذا كنت معنا؟ أنا.. أم بضرو أهلا بسيدة أم بضرو مسيدة عبدالله صاحا تكلمت على سؤال متاعش على الباك عندك واقع في العائلة إنسان تربح الباك؟ والله غير عندي نسازة عليها بنت خويا وليد خويا جاء ابو الباك بنت أختي الله يبارك الله يبارك عليهم صحيح لديهم صحيح لديهم ذي نب وحوثين صحيح بليدي غير يخليهم لك إن شاء الله الله يستحرك وقدمت أحيال فانيك حما تعمل وعندي ثاني ما أقولك؟ كما أقولها قيمة طويلة بزيجة لك شفيت عليهم بزيجة الله يبارك عليك اشتركوا في القناة 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 لقد قالوا اهداءات صح هذا اهداء من الجزائر ولكن لا تكرر اسمه من رقم فقط عارف من الجزائر لا تكرر اسم التاعو ولا من المكان قال السلام شكرا جزيلا على كل برامج التي تقدمونها الشكر موصول ايضا الى كل مقدمي برنامج صباح الشروك وعن اهداء اخر من نوهران نتخلنا بونجور دوران دمافاق سونيا لماذا لم تروني مي كومنتر مرسي ستكون حتى في بلاس فوق وقت بتي اهداء يلا قبل ما نوصلوا مع الاهداءات استقبلوا هذه المكالمة صباح الخير مرحبا صباح الخير مرحبا صباح الخير مرحبا صباح الخير مريدي اهلا بك لباس لباس مريدي وانتم اكم خير الحمدلله يا ربي احنا كذلك بنتك زهرة بنيتي دمعني الكلمة هي زهرة نعم هي زهرة تعصح لهبارة ربي خليك شكرا ستعجبيني بنتي حلوة كي السكرة ربي خليك وصالح الله يبارك شو شو يضحك زهواني ربي يكملو ان شاء الله ربي خليك هاي الدنيا لازم ندحكو لها لازم ندحكو لها ستبارك بطيابوه باطبعو الشل يعني كل يوم شوف هكأن امرأة كبيرة سحراني كل صبح ما نخدم حتى حاجة وقاعد نقافلكم غير متومعي الله يخليك شكرا سلمك ونيداتي سين أعتبر المواد الذي يخيرها الفقارات الذي يديرها الله يبارك ، الله يبارك شوف تغفر عليك الفقارات المتعدة corti كلهم نسمناهم نعم لذلك الشخري نعم تسرنا على الدين، على الفقارات، على كل شيء ونيد ربي بارك سلمك ونهار الله يبارك والعناء إن شاء الله سلمك يا ربي وشوفنا دين تأليك ولو يعني ولكم الله يبارك ما شاء الله آشف نديمي أويت هلا أويت هلا الله يبارك بطبع وشال صح صح أو معك شف نديمي لحبتي تهدر معاها أنا عايبت لكم غير باش نقول لكم يعطيكم صحة الله يبارك ربي يكملكم وشوفيتي بي قناة هيلة وإن شاء الله ربي يعوينكم ويحفظكم الله يخلي شكرا لكم يا بردك نحبو حاجة نحبو دي فردة طبيبولة باش نعاود ونعايتو ما نحكموش ولادي وشنوه طبيب اللي حتلحت اشتاء اللي حبيتي تتنيم حفظك على العيدام أنا عندي لاختخوز وعندي لغنيدستان حب انتفقت يعني وش البارح كانت طبيب تاع امراض العيدام محشمشيت ايه شفته بنتي شفته مصح ما ملحقتش عليه ايه سيدو ماج عايت باش نسأله ما ملحقتش كتحبت تدي الرقم تاعو لكن حيبت تدي الرقم تاعو ما تقطعش المكالمة يحطوك على تواصل مع الطبيب وعيت له وهذا رمعه ايه مدابية ولا غير مدابية خلاص ما تقطعش المكالمة انا نقول لك شكرا على المكالمة لكن ما تقطعش دلتها الله يسلمك بنتي وربيعي ولكم وبقى على اخر شكرا مع السلامة نشاء الله نحكمكم وسألوا على لطفية يبلغت بالك ايه خنا يتجل عليك الحجة حورية من القبعة الحجة حورية من القبعة حورية من القبعة يبلغت بالك من شغل بنتي شكرا 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 مع السلامة كانت هذه المكالمة من السيدة من الجزائي العاصمة نوصلوه نعودونا نبدلو الوطن هاد المرة مع الاهداء هاد المرة من القاهرة من مصر قالتنا تحية صباحية برائحة الغربة ولو انه القاهرة مصر مراهيش غربة لانه الجزائيين بزاف عنا لتما في مصر يقول لك نحسوا رحنا كأن في بلدنا من كارم وطيبة شاب المصري الشقيق قالت لها أبعثها لأخي صلاح وكل طاقم صباح الشروق متتبعة وفية لحصتكم من القاهرة مصر نقول لكم كل عام وانتم طيبين إن شاء الله وراني تبلغ سلامها كذلك لأخ لطه وإيمان وزاهرة والشيف ناديم والشيف ناديا حيبة قلبها وطبعا المخرج ورئيسة التحرير زهور غربي والمخرج يوسف مواصل مع الإهداءات عفوان لكن وفلني إهداء في ميسنجر جميل ومقدرش نتغاضع حقيقة إذن يتقلكم سيدة خيرا أدعو لي يا رب يرزق لي بدرية صالحة آمين يا رب خيرا من لمدية نحبك زهرة وإذا جاتني طفلة نسميها زهرة ونحبك وموت عليك شكرا شكرا لك وفغيما من كل قلبين نتمنى لكل مرأة محرومة من هذا الإحساس رب إن شاء الله ينوب عليكم ونطلب من كل المشاهدين يدعي والناس اللي ما عندهم شولاد إن شاء الله رب يرزقهم إن شاء الله في القريب العاشل يا رب ويجعلها ربي صلاة ساعة استجابة إن شاء الله يا رب الله يرزق كل مؤمن مازالنا متواصلين معكم في صباح الشروق ومازال عاليد من المحطات والفقرات اللي راي جاية خاصة وين بيها وكذلك فقرة جد رايعة إكرام مقراني نعم أكيد جزاير هي فقرة اللي اخترنا أنها تكون في موسم السياف اللي جينا بحلة جديدة وبالفقرات جديدة باش نختلتم معكم هاد الموسم جزاير اليوم مرحة إكرام مقراني لمن حيك المرة اللي فات كانت الزرنة ودرنا هنا الزرنة كذلك زرنة عن غام الموسيقى والفلكرور الجزائري التقليدي الأصيل اليوم راح نجوزه على وش يكون كذلك إلى جانب هذا الأمور التقليدية مع الحائق شأنوا لهمات هاد اللي بس التقليدي شوفوه في جزاير مع إكرام مقراني في الفترين وانتعنات عن جزاير كونهم جزاير مشيغل جزاير ها جزاير كلها نحن مزمان نحن حلينا كما نحليت عينية المناطقات كامل لابس الحائق ماشي سيبا كيكشوز دنوبو بو سيانسي كيانسي أمن حجية وكأنسي كامل حجية وكأنسي المترجم للقناة 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 السبب المترجم للقناة المترجم للقناة قاع المحيط قاع المحيط لأنه يتمسك بقشة الإنسان كله يحكاج إلى الآخر نحن لم نقدمت تأذين في علاقاتنا قدمتنا الحرمان عشنا الألم عشنا الفقدان عشنا كل هذه العلاقات السامة أو المؤدية وما زال أثر تحايل اليوم كما اليوم في الأعياد دياننا والمناسبات دياننا سنكونوا مرتاحين ونكونوا نجوزوا مع بعضنا جزئيات من الآلم النفسي اللي عشناه في علاقاتنا لهذا جاد الاحتفالية من أجل تجديد مصار حياة من أجل تجديد أهداف ومن أجل إعادة الدمج والتماسك واللحمة الواحدة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يمكن وش هي النصائح سومية لنقدر نمدوها للمشاهدين باش نغتنموا هذا الأعياد الدينية لتربطنا بعدنا وكيفش نستغلوهم يمكن إعادة لمشم وإعادة تقوية سيلة الراحم بيننا نعم جميل جدا لأنه العلاقة هنا يا راهي علاقة ممزوجة بين النفس ممزوجة بين الجسد وممزوجة بين الروح نحن هذه اللي حتدخل فيها الكل الذي يتفعل في ضائرة واحدة اليوم نحن كيران على بداية سنة هجرية جديدة نحن نقول نهجر الأمور اللي فيها ضعف الأمور اللي فيها نقص الأمور اللي فيها ألم متوجع الآخر نهجر بعض العادات السيئة لأنه أي حاجة تبنهي السلوك سلوكي مع الآخر الأعياد المناسبة تقول لك تجاوز الألم تجاوز إساءة الآخر عاود وحد الوحدة النفسية والوحدة المجتمعية ابني أهداف جديدة لأنه بناء الهدف الجديد مش مرتبط بالنهاية الساعة مرتبط باللحظة صفاء روحي هكذا بيني وبين الله عز وجل هي لحظة يقضى دهنيا نعيشها من جانب النفسي لنعاود تجديد العلاقة مع الله عز وجل تجديد العلاقة مع النفس وتجديد العلاقة مع المجتمع اور الآخر لهذا هي نوع من التشفي الناس اللي عندهم علاقات جيدة والناس عندهم علاقة روحية جيدة مع الله وسوة مع الآخر وبالناس عندهم احتمالية الإصابة بالاضطرابة الجسدية أو النفسية بنسبة 38% يعني انتي ما تمرضيش كما وحد أخر بوصولتاش ت 38% 38% من الصحة يعني يا ركيد قوية المناعة النفسية ديالك ولو أنه هذا الشي يقولك انعازل ارجع وحدك عاود بني علاقة جديدة مع نفسك لأنه أي إساءة نعيشها في الحياة هي رسالة لنا باش نعاود ونصحوا مصار سلوك معين نعاود ونفهموا شي اللي رانا ديرين وغلطوا مع نفسنا احنا ونطلبوا السماح دواتنا باش نقدروا نعاود ونبنوا علاقة جديدة مع الله عز وجل ومع الآخر هذا كله سر من أسرار التوازن جميل جدا هو مشي مشكل لو أنه بدون عشورة وبدون محرم وبدون عيد نخلقوا مناسبات للمشمل وحتى العائلات اللي تكون فيها نزاعات وخصامات ربيحنا نقلوب كما قدوا فمليح أنه بدون مناسبة نخلقوا مناسبة هل تاني مليح؟ أكيد ولكن الإنسان كيكون عنده غيبوبة نفسية كيكون في قمة الألم في قمة الصدمة في قمة الوجع في قمة الصراع لأنه الشي اللي نشوفه في حناية اكتئابة هو حزن على الماضي الملل هو عدم الرضا بالواقع المخاوف المرضية والفوبيا هو خوف من المستقبل لما أنا نعاود نبني بنية صحيحة هكذا نقدر يكون عندي إدارات للواقع أنا لفتراني خايفاني هاربة ما نيش نواجه بعيدا عن لو كان يكون عندي هذه الإدارات اللحظة ليكون فرصة دائما للتجديد في كل ساعة في كل لحظة في كل تانية لو كان ما عارف نعيش اللحظة ونعيش صراعات نفسية مدام أني عيش هذه الصراعات نفسية صراعات نفسية هي دليل أني غير متصل بقوة الآن غير متصل بالواقع وعلى الجي هذه المناسبات كتدكيق وشي تفطن فيك إنعاش يكون فاقد الصلاة مع الواقع ولو حاسبوش أو صاريب صح ما يقدرش يدير الاتصال لهذه المناسبات كلها عبارة عن عملية كأنها إنعاش نفسي إنعاش دهني لإعادة مسايرة الصحة النفسية الصحة النفسية وش معانتها أني نقدر نعيش جودة الحياة نعيش الحياة كيما لا نقدر نعيشها من ناحية الجسدية نفسية والروحية والعقلية كذلك صح تفضلي يا زهرة تفضلي أنا أحبتنا أن نقول فقط إذا فهمتم لي أنه الدفوة يعني العزلة تكون دواء للشخص نعم ولكن مدة العزلة لو كان الطول نعم فطرها عدت له الطول تعاود ندخله في الهواجس المراضية نعاود ندخله في ليفوبي نعاود ندخله في المخاوف نعاود ندخله في الإطراب لذا كل حاجة بيقدر عندنا الشدة المدة والحدة الوقت لا يجب أن يطول الشدة لا يجب أن تكون طريقة قوية حتى أني لا نقدر نتحدث مع الزوجة لي ولا مع الأولاد لي ولا الناس القرابلية الحدة يعني الطريقة التي أرى أني نمارس فيها هذا الطقص لأنه دائما نحن وش نقوله نقوله بالله العمل هو عبارة عن نجاح وكذلك السلوك هو عبارة عن تفاعل ولكن المسؤولية الذاتية هي عبارة عن أسلوب حياة المسؤولية تجاه الذاتي للإدارة فقط الآن بالآن ديالي هو إنعزال لن يجب أن نكون مع وحدي لن يجبع الجماعة لأنه كثير من الأحيان نكون عايشين التوحد ونحن في مجتمع ولا في إطار علاقات طيب سادة سمية طربي كنت مختصة نفسانيا واحد الأيام في مرت كان العيد الكبير فسبح الله كان واحد لحد يتسرك قلت في مواقع التواصل الاجتماعي أنه فيه ربما هو هي شهادة لشخص ما كان نذكرها بأونانوني بلا بلا مذكر اسمه قال لهم أنا من الأشخاص اللي لما تكون هكذا عياد وتكون هكذا مناسبات و لقاءات متفادى الناس لما يزورون العائلات متفاداهم نبقى في وحده في الغرفة فهل هذا الشيء يعني أنه هذا الإنسان ربما يعاني من خل الماض مع علاقته مع الناس ولا هو شيء طبيعي نعم هناك نحن معروف بالاكتئاب الدوري يعني الاكتئاب الدوري وعندنا اكتئاب المناسبات والأعياد يعني طوله الاكتئاب الموسمي نحن كنقوله اكتئاب موسمي ما نربطهش بالخريف ولا بشتا ولا فصول مرتبط بمواسم أعياد دخول مدرسي أي حالة لها علاقات بالمناسبات لهذا يكون عنده الإنسان أثر صدمي كل ما تجدد المناسبة يجي رمضان ولا يجي العيد ولا يكون عنده إعادة إرجاع الحالة النفسية للصدمة اللولانية ما قلوا بالعامية يشفى له العام يشفى له فهذا يعني أنه في مشكلة هنا يدل دلالة قوية إلى أنه هذا الاكتئاب الموسمي مربوط بحدث صدمي يتكرر كل سنة لو كان ما نديرش فقط الوعي يدرك العلاقة أبن غير يفيق الروحه يبدأ يستطرق يقول آه أنا شفيت وش صرى لي فعامل من السنوات في العيد الفلاني وش صرى وكلش استدارات الحادث فقط هيعاود يدير سياغة الفكرة يعني أنا وش صرى لي يعني حنبدل بليمشي وش صرى حيصرى كل سامة أنا ما زلنا رابط الألم بهذه الذكرة لهذا نقدر نفصل نقطع العلاقة بين الحادث وبين الحالة النفسية غير يصرى الوعي الآن أو نفصل على المشكلة جميعا يعني نفقد دائما نحطوا الناس على أنهم يهضروا مع روحهم ويشوفوا يعني مشكين بداخلهم قبل ما يخرجوا الشخص الآخر وانتعالجوا بالمناسبات نعم نعم يحب انتعالجوا بالمناسبات أكيد والله تأتونا إراءة يعني نحلو حني نحن نخليه كتادروا بعد جنو التحليل نحن نخي حقا والله يعني من العلوم والمعالف هو الريدنج كراءة بلت تعرف في تقرأي تفهميقا وشكاين شكرا 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 نتعلمنا عام كامل نحن نتعلم منك خريجي مدرسة سمية تراوي نحن نتعلم سلامي سمية تراوي نتعودنا للمرات اللي فردت معك سمية تراوي أنه نتعلم باللعب ولكن اليوم تعلمنا بالقراءة نعم شكرا لك شكرا لك نعطيك الصحة نعود نتلقى الأسبوع القادم إن شاء الله يمكن يكون أخر موضوع لك قبل ما نتلقى ونشرح فيه لما مع بعضناك إن شاء الله شكرا قبل ما نختم الفقرة سمية تراوي اللما صح مليحة ولكن الأكل مليحة في المواسم ثاني مليحة في المواسم ثاني في المناسبة ثاني هذه اللما على شخشوخة أكيد هذا كوى السرسعة يلا الله بعد الفقرة طبيبك في دارك خلينا نروح لكوزين تكفي دارك شوفنا ديم شوفنا يلحق الأمور عندك شوفنا ديماني جايك مرحبا حتى نكتشف معاك حلوي اللي حقت وكي موعدتك إذا كان كيفة نكمل لذيك اللي تعال بطاطا ديالي خلاص بعدتهم كملتهم مامذيالي شفتين سهرة تتتاعي وطبحها بعدها ما كملتها إش يلا الله وين اللي حقت هنا يا رانا درنا برش ندير الأمورة وش درنا درنا هنا حبة الفلفل درنا سنينتهم درنا حبة سنينتهم درنا حبة سنينتهم نعم صحا درنا هنا مزع 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 درنا درنا أغلبون درنا نحن نحن درنا الماء كنت مستغلية مصرحة ثم نحن استغلقوا بقاء أبنا نحن نحن نضيفها كيف يتبعون؟ نحن نضيفها نضيفها ثم نضيفها نضيفها على شكل كيف يلي نحن نجح نحن نحن نعني المترجم للقناة هذاك سهل جوش تخايقي فرق خلق عبركو خلينا بطل الحليب بتعني برد ملاع طبعا يكون بارد ملاع تلما يجي بنين العصير دي ما خافش عليك الله ما خاف عليك نادر حياتك سهل يا ناسي طيبين بعد هذا الوقف في المطبخ وبعد ما استمعنا للنصائح المفيدة جدا مع المختصة النفسية سمية تراوي في طبيبك في دارك خلينا نروح على فاصل راجعين بعده لمواصلة حديث صباح الشروق لنهاء اليوم صباح الخير على الناس الطيبة صباح المحبة صباح الصرور لكل من اتحق بنا الساعة متابعي برنامج صباح الشروق وبالتحديد فقرة وين بها ككل تلفاء وكالعادة نطل عليكم عبر هذه الفقرة لنبين مجموعة من المناطق والمدن السياحية الخاصة بالجزائر إذن رح نكتشف اليوم عندنا موعد مع الجمال بمنطقة ومدينة سياحية لكن بعد هذا الفاضي نعم اليوم عندنا موعد مع مدينة ستيفازا هذه المدينة العريقة هذه المدينة الأثارية والتي تربع على حوض البحر الأبيض المتوسط الآن ننتقل إلى تقنية أرف زوم والتي تبيننا منطقة ستيفازا من على الخريطة الجزائرية تتضح الآن الصورة لولاية ستيفازا هذه الولاية السياحية والتي معروفة والتي عندها شواطئ بزاف جميلة رائعة ويجوها السياح من كل حدب وصوب أيضا منطقة جبلية بامتياز عندنا بعض المناطق المشهورة والمعروفة في هذه الولاية نبدأ بشاطئ شنوة هذا القطب السياحي ولا رمض السياحة البحرية في مدينة تيبازا الآن الصورة تتضح لنا إسقاط على شاطئ شنوة بتيبازا هذا الشاطئ لنياه نقية زرقاء وأيضا تحيط به الإخضرار من كل جهة فعلا جنة فوق الأرض هو عنده طابع جبلي وإسم شنوة هو عبارة على إسم نسبة إلى إمرأة منذ الحقبة الماضية هذه الإمرأة كانت تخدم بزاف هذه المنطقة لذا سموها على إسم شنوة وهذه المرأة المكافحة أيضا منذ العهد الاستعماري اسمها شنوة ننتقل مباشرة إلى منطقة أخرى أو مكان آخر وهذا المكان أثري واللي هو قبر الرومية هذا القبر الرومية واللي عنده اسم هو الظريح الملكي الموريطاني الآن عندنا إسقاط لهذا الظريح الملكي الموريطاني واللي معروف باسم قبر الرومية فعلا ذوق راقي في تصميمه الهندسي بهذا الشكل الدائري عنده أربع بيبان هذا الأربع بيبان هي بيبان وهمية الآن ننتقل إذن إلى منطقة أخرى أو مناطق أثرية وهي اسمها المدينة الأثرية لتيبفازا ندروا إسقاط على مدينة الأثرية المدينة الأثرية لتيبفازا نعم واللي هي متواجدة على جانب الطريق طريق البحر طل على بحر الأبيض المتوسط الآن الصورة تتضح لنا للمدينة الأثرية لمدينة تيبفازا بها أعمدة حجرية تحافي التاريخ كل هذه المناطق منطقة المدينة الأثرية لتيبفازا سنرى الآن مع بعض تفاصيل هذه المدينة وأدق تفاصيلها بهذا التقرير تيبفازا عندها مؤهلات طبيعية رائعة أثر تكتنز حكايات الزمن الماضي تمنح أيضا زوارها راحة وسكينة تنسيهم فخب الحياة اليومية إذن هي تحفى فنية بأطلال الماضي بقصورها لوحة فنية شكلها التاريخ ويحكيها الأجيال جيل بعد جيل أول شي راح نروحه مع بعض الشاطئ شنوى اللي كنا تحدثنا عليه وشفناه الآن في التقرير هذا الشاطئ جنة فوق الأرض فعلا عنده طابع جبلي كما قلنا البيوت البيضاء المتواجدة بهذا الشاطئ واللي تطل على البحر عندها ميزة رائعة في هذا الشاطئ أيضا وين تقدم يعني إقامات بأسعار جد معقولة وين تستمتع بريحة البحر بالهواء النقي وبالمياه الزرقة الخاصة بشاطئ شنوى أيضا شاطئ شنوى أو منطقة شنوى بالأحرى عندها شجار الزيتون اللي غرثها الفينقيين منذ زمن بعيد فعلا هي قطب سياحي بامتياز وهي الأشهر يعني شاطئ الأشهر في ولاية تيبازا الآن نروح مع بعض إلى المناطق الأثرية وهي المدينة الأثرية لتيبازا هذه المدينة الأثرية يعطينا مع بعض المخرج الصورة نعم هذه المدينة الأثرية واللي متواجدة قلنا على جانب طريق البحر تطل على شاطئ البحر هي لوحة فنية وين تتمازج مع حقبة زمانية قديمة أعمدة حجرية كما رأنا نشوفه الآن هذه الأعمدة الحجرية تحاكي تاريخ المنطقة منطقة المعابد وفيها أيضا صور كبير وطويل يستخدموه منذ القدم في حراسة مدينة تيبازا من هجمات العدو فعلا عندها قيمة تاريخية عريقة نعم هذا هو الأطار الفينيقية لتيبازا الآن ننتقل مباشرة إلى الظريح الموريثاني وين يسموه قبر الرومية نشوفه مع بعض صورة هذا الظريح اللي متواجد بمنطقة سيدي راشد فعلا ذوق راقي تصميمه الهندسي رائع وين عنده شكل دائري ارتفاعه حوالي 261 على سطح الأرض يساعد حتى أيضا الصيادين في تنقلاتهم البحرية بناء الظريح كان على يد يوبا الثاني والملكة ليوباترا سيليني ابنة الملكة المصرية ليوباترا نعم هذا هو الظريح واللي يحيط به مساحات خضاء وين تقدر العائلات تريح ولا تدير باربيشيو ولا تزور هذه المنطقة إذن يوجد أيضا غرب العاصمة الجزائرية نقدر نشوفه حتى من أعالي فوز الرياض نعم إذن قلنا تيفاز عندها مزاراتها اللي خلاتها تكون أكثر المدن حيضية سياحيا خاصة للمعالم الأثرية كما قبر رومية كما المدينة الأثرية المتواجدة بها أيضا تعتبر هذه المناطق الأثرية جزء من التراث العالمي لليونيسكو نعم تقص مدينة تيفازة معتدل سواء في الصيف أو في الشتاء في الصيف ما تفوتش درجة الحرارة 25 درجة مئوية أيضا توجد لوحات ومناظر طبيعية هنا في هذه المنطقة تحف من الصين وأيضا أكسسوارات تعبر عن تقاليد جزائرية يمكنكم شراءها كهدايا تذكارية خاصة بمدينة الأثرية لتيفازة أو الظريح الموريتاني نعم ننتقل الآن إلى منطقة جد هادئة أيضا ما كانش ربما بزاف ناس لي ما يعرفوهاش ليهي سد بوكردان هاد سد بوكردان نعم الصورة تتضيح الآن إلى سد بوكردان صور تشبه ربما مناظر طبيعية سويسرية لماذا لا؟ هذا السد هو من أفضل المنتزهات في مدينة تيفازة عنده إطلالة على بحيرة راح تنال إعجاب الكثير من الظوار خاصة في فصل الربيع فصل الربيع يعني وين يكون بساط أخضر وين تفتريش العائلات هنا تدير حتى بربيكيو ولا حتى تخييم لبعض الأصدقاء ولا حتى العائلات نعم أيضا تنظم العديد من الأنشطة الترفيهية نعم هذه هي السد بوكردان المتواجد بغرب مدينة تيفازة الآن ننتقل إلى ميناء بوهارون يقول ميناء بوهارون نقول الأسماك والتي تشتهر بها مدينة تيفازة ميناء بوهارون يتواجد بشرق مدينة تيفازة وهو أكبر مرفع لصيد الأسماك في الجزائر نعم فيه أسواق كثيرة أسواق السمك وين فيها أنواع مختلطة من الأسماك وحتى أسماك ربما ما شفتهاش من قبل تتواجد في ميناء بوهارون أسماك ربما غير معروفة أيضا تنظم رحلات بحرية عبر قوارب الصيد لسياح وين تقدر تتمتع بمناظر الميناء ومنظر الساحل تيفازة وأخذ طبعا صور تيسكارية للواجهة البحرية الخاصة بتيفازة الآن ننتقل إلى أيضا منطقة أخرى والتي هي معروفة يسمها منطقة قورايا منطقة قورايا هي أشهر البلاديات الساحلية البحر تحى نقي لدرجة أنك تتمتع بصفاء المياه ثم هي أشهر البلاديات الساحلية أيضا في تيفازة واللي فيها شواطئ مثلا شاطئ بن شاطئ سيدي براهم هذا الشاطئ جميل جدا كما تتوضح لنا الآن الصورة صورة جميلة جدا لشاطئ سيدي براهم كاين شاطئ دامونس كاين حجرة النص سيدي غيلات شرشال قسماعيل فوكاد وودا جميع بلديات تيفازة هي بلديات ساحلية مدن ساحلية معروفة لأن طول الساحل لمدينة تيفازة ميو 23 هيلومتر إذن مدينة تيفازة أنه أكثر شي طبق المشهور في مدينة تيفازة هي أطباق الأسماك نشوفهم عضعة الأطباق البحرية لمدينة تيفازة ربما عندنا نعم هذه الأنواع الكثيرة من الأسماك وما تقدرش تصيبها في مدن أخرى تصيبها في مدينة تيفازة في ميناء تيفازة ولا ميناء بوهارون نعم إذن المطبخ تيفازة يشتهر بأطباق المأكولات البحرية كما طاجين الفيلي طاجين الفيلي الآن هو بسلسة حمراء نعم يعطينا الصورة الآن المخرجة لطبق تيفازة وهو طبق سمت الفيلي بالسلسة الحمراء هو طبق مشهور جدا في تيفازة ننصح الظوار والسياح ليرخوا تيفازة أنهم يذوقوا هذا الطبق المشهور في المطاعم الشعبية المتواجدة في مدينة تيفازة أيضا تمار البحر لمشهورة بها أيضا منطقة تيفازة وين تتواجد بكثرة في المطاعم مطاعم تيفازة ننصح كل الظوار والسياح ليرخوا للمنطقة أنهم يذوقوا الأطباق أطباق السمت تيفازة إذن وصلنا لنهاية فقرة اليوم فقرة وين بيها نتمنى أنكم تضعوها في برنامجكم السياحي وبرنامجكم لهذه الصائفة مدينة تيفازة المدينة الجميلة المدينة العارقة نتلقى بكم الثلاثاء القادم في مدينة أخرى من المدن الجزائرية الجميلة نترككم معا باقي فقرات صباح الشرق اتب اتب أنا نحقنا لك عمد عليكم ومشاهدين الكرام نقرأنا في لك بزين هنا نشوفون هذه مجدار ومش مدارش وفتح عندي حتتعليق تغير أنا لأملاد ما إماجينيت هش خلاص هاتكا خدي أملاد نعم هدي ليه هنا خدرنا على شكلها نغولي وش نديرو فيه نحكمو المقلات عنها ندلاش يزيد نحكمو الموقفل نبج كبير نكتشب ت opinion نisz omega نرمو الخالي نشف نرولي وحدا ذات جبه نجد مضتر نعند أ language نعم ن Whilst لدينا ق verbalة نعم سأتظر информativo أقول لك ابي نعم 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 انا في فوق يبال مجرد يبال مجرد صح يبدو أن تكونوا كيفية يجب أن نتكلم عنها أجل أجل المعادة فيهم لا لا يجب أن نبال يجب أن نبال من أفضل أضع لنا بطرنا وهذا ما تشكلها سيكون هناك سأخذها أكثر من هذا الدكال سأكتباره لكي تصدرها لكي تصدرها كي تصدرها لكي تصدرها بطرنا سأكل أملات سأكل الأزحراء إذا نذهب إلى المطبخ من جمال المطبخ لفقرة كوني أجمل لتعاون تشوفها كل يوم ثلاثة لأن كوني أجمل اليوم ستكون بإمداء شخص آخر وبعنوان آخر جديد نكتشفها مباشرة بعد هذا الجنجل إن شاء الله سوف تكون معنا الاخر الاحراء ومريم بشفاء العجل حادر معنا اليوم السيدة في العدفر منصور وحشية مريم مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك ما سوف تقول اهه السيدة 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 . دعنا نحن نحضر إلى جهدنا كمثال؟ نحن نحضر إلينا . هذه أفريجة . هذه الأفريجة . هذه هي هدا بيبي بومر .. هذا هي هدا بيبي كولور . أو هدا بيبي كولور . دعنا نحضر . حسنًا أريد أن نحضر هذه البيت . يشوفين . سيسه . ذات ربنا . هذه الأفريجة كلمته . نحضر قليلا . ثلاؤنا نحضر . نحضر للجن وضع أشترك جيدا نبدأ 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 نريد أن نعود أعود لك لترى كيف حدثتها لقد تنظر أشترك مرحبا وأنتم من المتجمع نريد أن نعود لك سالح كانت هذه الفقرة التي ستوصل معكم حتى نهاية لن نتابع معاها كل التفاصيل مع المخرجة مريم ستبدأ لكارسولة ونظر لها كل ما تكمل لأنه بحضورها لكي يجب أن نقوم بحضورها مريم خمية خمية فضلي ستكلم بحضورها فتح المفضل لكي تفتح المفضل نبدأ لكي يجب أن نقوم بحضورها بحضورها عملية عبر الجال اوغًا يعني بحضورها من المalanس يعني شكراً 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 ماد يوجد يشعر التحقيق لكي أحبه نقضي انا نخدم الصفر انا نقضي انا كيف كيف و قيسو و نعلم كيف كيف نحك مونا بونا نحو هذك هذك اله الهدفينين بالنغ شهار و الكابسول نرجعه في المم نبو فهذه المناسب ويجعلت بحينها قبل أن اغرفتك صفحة تقولون lonación صفحة التي بإنقاء نغيرها ذلك لا لا يجب أن نغير هذا لأنهاء لا تعلم المنسي لأنهاء لا يعلمها لا تلسق الكابسول داكو لا تلسق الكابسول داكو قلنا نحو هاداك لديفيرانس اللي تكون بين الكابسول نحو قال البريانس هاداك نحوها زندق نحو نحو Engineering هادوانغ لحن خدمو في فرم بالرين هادوانغ دي فرفتني لحنن لديفيرانة اللي به لكي لكي للا كي ها لبيبانده ها لكي ها ديقان هاداك مرين شوف لان بالاخر لكا اوكي والا نقلب الى الثالاتيان باش نسقموا هنا شوفوا هيدا على الاسوا والا ان فاكملنا نحكموا له بخايمة ولا بعض تاكا σε قولنا نحكموا رجل أن تحرير أن تحرير مريم الموجودين ماهو نسققه موجودة والآن من المسلولة محلوق في مستقليل وأنها موجودة نحيك بانتصبي سيكون 30 قناة السواق ستبري 30 قناة الساق هل توقع الى تحت لارة؟ 30 قناة 30 قناة شكرا للمشاهدة موسيقى شكرا للمشاهدة 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 موسيقى نحن نسحب الالكول نحن نحل لاختيار لتعليق نعم ايهونا احنا تحتوا على دكورتنا أحنا تحتوي على دكورة ناكتون نهاية يسأل دائرة مكوة فورا وقفة أحنا براية مكوة فوراق هنا اطاق رجز رجز الرجز أطاق رجز 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 بحق ونفج رجز مجل مشوف شكرا شكرا حسنًا خطأ هكذا سيستطيع ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ هل هذه الإكسپرييانس؟ أم لا أم لا أحب أن أخذها أريد أن أخذها مجرد وإنها أخذها لا لا أخذها أم لا أم لا أخذها 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 30 سنة كمية في 30 سنة أخذها كيف تخلتها المجال الأدافر أنا أرى أنت لذلك أعلم لك كيف تخلتها أخذتها كيف تجدتها فأم خذتها كيف تخلتها شكراً جزيلاً شكراً لكم على المشاهدة إن شاء الله كيف حلتك؟ نعم، كيف حلتك؟ 30 سنوات 20 سنوات 20 سنوات حفظ تغير 30 سنوات في هذا الفقرات اليوم حفظ تغير 30 سنوات حفظ تغير 30 سنوات جيداً حسناً حسناً، لنرى الغزائل تحتاج إلى الأنجل نحن قدرنا نريد أن نريد لهم يدك هذا هو الموديل الذي اخترناه هناك تغير 30 سنوات لنرى الغزائل لك هناك تغير 50 سنوات نعم، نعرف أنت لكم لديهم تغير 30 سنوات كيف يفعلون هذا؟ ملتقل ملتقل؟ ملتقل ملتقل تغير ملتقل مختلفة هذا بابي بومر هذا بابي بومر هذا الجمع، كمهداً وفي بابي بوامر وفي حالة تغير طبيعية ثم يومير أوليور بومغ بومغ في عدد من دولة البلان دولة والنطور زهور عجبتها هذه كيف يستطيع أن تكون هذا؟ تكون لديك كفر تيغر تيغر سيطر 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 عجبتها الظهور سيطر أه حسنا كنتك صحة من أغتبهوك أنت هذه فقرة كوني أجمل اليوم اللي كانت من عندك سيا مريم نعم فقط باش منغلطش في الاسم كانت عن مريم منصور وحشية لذلك يشرفت على صقرة كوني أجمل شكرا لكم شكرا لكم نتحدث لكم نتحدث لكم نتحدث للمطبخ وآخر لم يكن لدينا هذا الفاصل لا أقول لنا لا أقول لنا للمطبخ لدينا مع شاف ناديم شاف ناديم أقول لك برك بلل الوردة وديد بال أقول لديهم سبب لديهم صالح شوف خبية حبيت برك نتحدث على العملات ونقول الخوي يا سيفغي العملات لك بنينا بطاعت ناديم خاف تناديم شابة بطاعت ناديم بطاعت ناديم بطاعت ناديم خبية مقابلها لدينا عملات بالخورغار والطن والجمناة لدينا على شكل أنرولي دقتها حبيتكم كلهم بللي كانوا مع الأدافر روعة روعة دي جاد المرسول كليتو منها لك خل من تعلوت في تسير صح صح طبق ثاني لدينا التعجين نتعالورد هنا يجب كما نقول لنا نعلم كيف نقول لك بهذا بالحب صحيح وما رأيك بالحب والفكرة كيف ولكن ما رأينا ولكن المل بطاعت ناديم بطاعت ماك قدرنا تم تخيل يا درازرة وبنينا كما قالوا لنضروا تعليل لس نحصواه باللوز لنضروا شهرتك لماكسي اللي يتباع بلمس الميوه ناديم اقسم اللي بلمس الميوه قشن دا هولي كلموسه هنا حتى ندوق هم ونقول الموش هي اه هذا خفتك كم الميوه دا قرع اه اه شهر جميعها قليتا هوا الكفوري استحلوا حدا ههكا طال مرحباً فا انتي بضلت في عيشوي لأنه على بالي يحب يضغ من كل شيء اهههههههه يلا هادك نواة كوكو در طبقة من الفق اذا يدف لازم يتخلط وكايذا يحتوي يصفيها سقطة تتخوبها تتخوبها أنا مكلمة هاتفية نختم بيها عدد اليوم رأي زهور حالوا سباح الخير سباح النور برحبه بيكم اهلا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة